السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاحب الكرام حديثنا اليوم عن فقه الزكاة ودورها في التكافل الاجتماعي كما تعلمون جميعا ان الاسلام منذ ان ظهر كان يهدف الى ان يقوم بحركة اجتماعية ان يقيم التكافل والتضامن بين افراد الامة ولهذا بعد ان هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وفي السنة الثانية للهجرة ربنا سبحانه وتعالى سينزل الايات البينات المتعلقة بنظام الزكاة وفقه الزكاة جاء الامر الالهي لنبي الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم جاء الامر الالهي من الله سبحانه وتعالى الى نبيه لكي يتدخل لتنظيم نظام الزكاة وتوزيع ثروة البلاد بين الفقراء والمساكين وان تكون تطوعية ليست اجبارية يعطيها الاغنياء عن طيب خاطر لان الزكاة هي اموال الله فالمال كله مال الله وآتوهم من مال الله الذي اتاكم فهي اموال اغنياء ترد على الفقراء وبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عملية التنظيم وكان من اول مقال جمع الصحابة رضي الله عنهم وقال بني الاسلام على خمس شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايثاء الزكاة وسيام رمضان وحج بيت الله الحرم لمن استطاع اليه سبيلا هذا الحديث الذي يحفظه كل المسلمون في كل مكان كل المسلمين في كل مكان يحفظون هذا الحديث الذي يبين اركان الدين ومن بينها فريضة الزكاة وجاءت الايات القرآنية تربط ما بين الصلاة والزكاة واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم بدأ ربنا عز وجل يرغب المؤمنين والمؤمنات لكي يواضبوا على اخراج هذه الفريضة ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيزة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ايات كثيرة في القرآن الكريم ترغب وتحت على ان يكون هناك حافز لاخراج الزكاوات فكان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء انفسهم كانوا يأتون بما اتهم الله تعالى فيردونه على فقرائهم ثم بدأ التنظيم سيدنا النبي بدأ ينظم فانشأ ما يسمى ببيت المال وبعت الوفود كان يبعت وفودا لجبي الزكاوات كما قال ابن عباس رضي الله عنه انه لما بعث معاد ابن جبل الى اليمن بدأ يبعت الوفود الى القبائل البعيدة والامصار التي هي ابعد من ذلك لما بعث معاد ابن جبل الى اليمن او صهب وصايا كثيرة وقال له اعلمهم ان الله قد فرض على اغنيائهم زكاة ترد على فقرائهم وبدأ اهدى التنظيم وما هي الا فترة قصيرة جدا حتى ساد العطاء وساد الكرم وسادت الخيرات بين ابناء المؤمنين هذه الزكاة ايها الاحبة الكرام بين ربنا سبحانه وتعالى لمن تعطى هي لا تعطى لكل الناس وانما تعطى لأصناف ثمانية حددها القرآن الكريم ومتمثل في قوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية الكريمة تؤثر النظام العام للزكاة انها لا تعطى لأيه كان وانما الاصناف الثمانية محصورة انما الصدقات يعني الزكاة انما في اللغة العربية اداة حصر ربنا حصر في هذه الثمانية اولهم انما الصدقات للفقراء والمساكين من هم الفقراء هو الذي يتسول هو الذي ما عنده قوت هو المحتاج ويطرق هذا الباب ويسأل الناس وينادي انا محتاج اعينوني هذا فقير والمساكين هم لا يطلبون ولا يتسولون بل يتعففون لان المساكين مقصود بهم هم الذين يعملون عندهم عمل اما تجارة او خدمات ولكن ضعفاء في الدخل والمساكين ربي تكلم عليهم في كتابه تعالى فقال واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فهم يعملون في القطاع البحري يصطادون ولكن سماهم مساكين لان مدخلهم قليل فالمسكين هو موظف او مستخدم او عامل او تاجر لكنه فقير جدا كتر عياله وقل ماله وهو يتعفف هو لا لا يقول اعطني ولا يرضى بذلك يغلق عليه بابه ويصبر بخلاف الفقير هو الذي يتسول ويدق الأبواب وينادي على الناس بالعطاء انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذا الصنف التالت العاملين عليها يسمون بالجبات لما كان سيدنا النبي يبعث عدد من الجبات هما عمال يبعثهم لجبي الزكوات وإحصائها ونقلها ويغيبون يغيبون كثير عن دويهم وأحبابهم فكانوا يعطون سهما من الزكاة رغم أنه ليس فقير ولا مسكين ولكن جهد عمله وتعابه ونصبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم الصنف الرابع من هم المؤلفة قلوبهم هم صنف كانوا قبل الإسلام أو عند بزوغ فجر الإسلام كانوا أناس قبائل قلوبهم ليست صافية من ناحية الدين ويريدوا أن يسلم لكن لا زال عنده شك وله ارتياب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليهم ويعطيهم من مال الزكاة رغبة في إسلامهم رغم أنهم ليسوا فقراء طبعا في عهد سيدنا عمر سوف يسخط هذا السهم وقال لقد أعز الله الدين ولا يحتاج إلى المؤلفة قلوبهم هذا الشهاد من سيدنا عمر ولكن الفقاء قالوا هذا السهم يبقى ما دام في كتاب الله تعالى فممكن قد نجد بعض الناس ليسوا فقراء ولكن نرغب في أن يدخلوا إلى الدين فقد نتودد إليهم نعطيهم مما أعطانا الله نوسع عليهم رغبة في إدخالهم إلى الدين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الرقاب هم العبيد كانوا أيام زمن العبيد كان هناك نظام العبودية سائد في البلاد في كل مكان وربنا عز وجل أراد أن يعتقى الرقاب ليحصل الناس على الحرية ويشعرون بالاستقلال ويدخل فيهم المكاتبين من كان مكاتبا كأنه عبد من العبيد هذا أيضا يعطى من مال الزكاة ليحصل على حريته لكي يشعر بأنه إنسان ثم قال والغارمين من هم الغارمون هو المدين إنسان مدين إنسان كان أخذ ديون وغلب عن أمره أنه يؤدي ديون كما في زماننا نجد بعض الناس قد يكون موظف أو مستخدم أو تاجر فيأخذ دينا لقضاء بعض الأغراض إما للتجارة أو إنشاء مشروع صغير أو إقتناء سكن ولكنه غلب غلب إما أصبه مرضون أو أصبته ظروف قاسية وصارت ديون تخنقه هذا الغارم المديون يُعطى له أيضا من مال الزكاة وفي سبيل الله في سبيل الله قال العلماء هذا هذا باب عريض كان في أول الإسلام خاص بالجنب كان الجنود والجيش لم يكن هناك جيش نظامي لم يكن هناك وزارة دفاع في الدولة بل كان الناس يتطوعون لإعلاء كلمة الله وللجهاد فكان يُعطى من الزكاة للشراء الخيول والدواب والأدوات الحربية والأسلحة هذا في سبيل الله قال العلماء الآن صارت الدول عندها وزارة دفاع وعند الميزانيات في سبيل الله تبقى كل من يساهم في إعلاء كلمة الله ومن ذلك مثلا بناء المدارس وبناء المعاهد ودور القرآن وطلبت القرآن وطلبت الشريعة وحملت الشريعة أيضا هؤلاء حتى يستمروا لأنهم قد يضعفوا قد يريدوا أن يبحثوا عن طعام وشراب وعن ملبس وعن عيش كريم فيتركون هذا الأمر فنعطيهم حتى يبقوا في مكانهم في المدارس القرآنية وفي المعاهد الشرعية وطلبت العلم وغيرهم وفي سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل هم الذين تقطعت بهم السبل وناس يسيرون في الطرقات إما ما عندهم مأوى ما عندهم عائلة وقد يكون بعض اللاجئين كما في عصرنا هذا هناك لاجئ كتر كالسوريين إخوانا السوريين وإخوانا في دول إفريقية كثيرة إما عندهم مجاعات وإما عندهم حروب وإما عندهم أوبئة أو غير ذلك هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين نعطيهم من مال الزكاة فريضة من الله قد يتسأل السائل هذه الزكاة على من تجب تجب على كل إنسان ربنا فتح عليه باب الرزق أعطاك الله المال فبلغ النصاب بلغ النصاب كم مقدر هذا النصاب؟ هذا النصاب مقدره هو خمسة وتمانين جرام دهبا كنشعد ملد دهب كنقول ليش هل جرام؟ في قلية تمانين جرام فأضربه في خمسة وتمانين والحاصل هو مال زكاة تقريبا حوالي عشرين ألف درهم خمسة وعشرين ألف درهم هذا هو النصاب للزكاة إذا كان عندك القدر من المال وبقي عندك محفوظا طيلة سنة وأنت مستغنين عنه سنة كلها وهو محفوظ إما في البنك أو في بيتك أو في متجارك محفوظ ما ترك طيلة سنة بكاملها مر عليه الحول بلوغ النصاب ثم مرور الحول الشرط ثاني ثم الشرط ثالث أن يكون خال من الديون ما عندك ديون؟ لو كان عندك ديون وحقوق الناس أولا قبل أن تعطيه الزكاة اعطي الحقوق لأصحابها وأن لا يكون لك معك في شريك لا يكون مالك الخاص أن داك تخرج الزكاة كم قدرها 2.5% يعني كل مليون فيها 250 درهم خمسة ألاف ريال في كل مليون من كان عنده هذا القدر من المال ومر عليه الحول وكان خالي من الديون يخرج هذا القدر ولمن يعطيه؟ يعطي لهؤلاء الأصناف الثمانية يبحث عنهم أولا يبحث في دائرته دائرة الأسرة ديالو ودائرة العائلة المقربين أولى كان بحث في الأسرة في العائلة إلا كان شو واحد من العائلة في هذه الصفات كان أعطيه أولى من الغريب إلا أطلت المقرب إلي عندي أجران أجر الصدقاتي وأجر القربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما أعطت بعض مالزكة لابنتي أختها وكانت فقيرة قالت أنا تحرج هل هذا مقبول؟ قال لأي نعم قال لها هدو أيتام يتربون في حجر أختك ولك أجران أجر الصدقاتي وأجر القربة إلا كانت الأسرة والعائلة والمقربين كانوا كلهم الحمد لله مستورين وعندهم نصيب ديالهم ولا ينطبق عليهم الأصناف التمانية المذكورة أنا داك أبحث عن الجيران ثم الأقرب فالأقرب ثم بعد ذلك إليك الحمد للوضع الموسط ديالي كلهم مستور وعندهم الحمد للخير ديالهم فأبحث عن المسلمين في أي مكان وأعطيهم من مال الله تعالى هذه الزكاة لا نعطيها لصنفين اثنين الأصول والفروع الأصول لهماي الوالدين ديونة والأجداد ولا نعطيها للفروع أولادنا وأحفادنا علاش؟ لأن الزكاة كتسمع هي أوساخ الناس أوساخ الناس ولا تعطى للأصول وللفروع لأن الأصول والفروع ديالنا والدين أولادنا نعطيهم من طيب مالنا من مالنا الحر الخاص صالح أما الزكاة هي أوساخ الناس كنحيدة عليا كنعطيها للآخرين ولا أبخل لأنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لما كنعطيها كنواء ويضيع نفسه لأنه سيضعها في في وحد الحساب بنكي عند الرحمن لأن الله تعالى وضع لكل مننا حساب بنكي في السماء لا يمسه لا يمسه لصوص ولا يأتيه سوس يعني محفوظ من عند الله لما أضع مال الزكاة فأنا أضعه في حساب خاص عند الرحمن وربي قال لنبي أنه يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل هذا الخير يبقى يوم القيامة يتلقى كجبال مكة وتهامة جزاء هذه الصدقات هذه الصدقات أيضا لا تشترط أن يكون صاحبها عند البلوغ وعند العقل قد يكون إنسان بقي طفل صغير وعنده أموال كثيرة ربما جاتوا من الإرت للآباء وأجداده فنخرج منها الزكاة قد يكون مجنون أو طرأ عليه الجنون يعطى من مال الزكاة لأن الزكاة هي خاصة بالمال لا يشترط فيها وجوب العقل ولا وجوب البلوغ الزكاة تكون من المال وأيضا تكون من الحلي إذا كان الحلي الدهب والفضة كالإنسان يبيع ويشتري فيهم كان تاجر أما إذا كانت المرأة عندها الحلي الدهب والفضة والألماص وغيرها كنت تستعملها من باب التزيون هذا لا شيء عليها إذا كانت هناك بعض النساء عندهم حلي كثير دهبا وفضة أساوير وسلاسل وخواتم للتزيون هذا ما فيه زكاة هذا مال ربنا أعفانا فيه من الزكاة لكن إذا كان يبيع ويشتري يصير زكاة مال ثم هناك زكاة الغنم أيضا الفلاحة في البوادي والقرى العالم القراوي أيضا الفلاحة يخرج الزكاة الزكاة تخرج أولا من المحاصيل الزراعية من القمح والشعير والذرة والأرز وغيرها ومن التمور التمار يعني بحل التمر بحل الزبيب أيضا الزنجلان غيرها من المواد هذه تخرج يوم عند الحصاد يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده يعني نهار الحصاد كي يقول الإنسان كي يخرج العشر في المحصول دياله كي يخرج العشر في خمسة أوسق ولكن كي يقول العلماء لكن أقل يضم بعضها إلى بعض إلا كنت يسقيها بالماء يستعمل نفقات كثيرة هذا ليس عليه العشر هذا فقط عليه نصف العشر ثم من غير المحاصل الزراعية الغنم الغنم امتداء من ربعين شات إلا عنده ربعين إلى ميو عشرين شات كي يخرج شات صغيرة واحدة وإلا عنده من ميو عشرين شات إلى ميتين شات كي يخرج شاتين شاتين من ال إلا عنده البقرة ثلاثين بقرة فوق ثلاثين بقرة كي يخرج شات كذلك الجمال عنده فوق عشرات الجمال يخرج وحد الشات وهكذا النظام وضعه الله سبحانه وتعالى للمحاصل الزراعية وكذلك للغنم قد يقول قائل أنا أخرج الضريبة أنا كان أخرج الضريبة على الأموال دي لي وعند تجارة وعند فلاحة وكان أدى الدولة الضريبة فلماذا تفرض علي الزكا الجواب لقال العلماء هو أن هناك فرق كبير ما بين الزكا وما بين النظام الضريبي النظام الضريبي هو حق الدولة أما النظام الزكا هو حق الله فالدولة لكي تقوم أركانها لابد لها من مداخل لأنها عندها الجيش تحفظ به الأمن العام للبلد وعندها الأمن الوطني تحفظ به الأمن الداخلي وعندها قطع التعليم العمومي والصحة العمومية وعندها مجموعة كبيرة من القطاعات لابد أن تغطي نفقتها فتأخذ الضرائب لكي تحافظ على نظام الدولة في القضاء في التعمير في الأوقاف الشؤون الإسلامية مجموعة قطاعات الدولة تقوم بها حكومة برلمانات مجالس من أين تقدم لهم الأجور والأتعاب والتعويضات من مال الضرائب فالنظام الضريبي هو خاص بالدولة حق الدولة أما النظام للزكاة هذا حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين هؤلاء لهم ضعفاء ومحتاجين الغني هو يبحث عنهم بخلاف الضريبة الضريبة ربما يأتي إليك جاب الضرائب والناس غالبا يكرهونه لأنه يدروا وسائل الإختفاء عنه في حين أن الزكاة أنت تأتي بنفسك وتبحث عن الفقير وتضق بيته وتقول خذ هذه الزكاة هل نبديها أم نخفيها العلماء قال لك الزكاة نخفيها لماذا؟ قالوا لأن حتى لا يقع الرياء فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه نديرها مستورة بعض العلماء قال لك لا نديرها علانية لأن الفرائد ينبغي فيها الإعلام الصلاة ربك يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح الناس يخرجون الصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة منهم فاسعوا إلى ذكر الله وذل البيع الناس يبسل جلباب الأبيض يخرجون الجمعة الفرائد فالإظهار الجهاد كذلك يا خيل الله هل أمي الإظهار في الحج وأدن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامر نقلم لبسل بس للإحرام الأبيض والفوصات بالتلبية لبيك اللهم لبيك الإظهار فقال العلماء الفرائد لابد أن يكون فيها الإظهار ومنها الزكاة يكون فيها الإظهار أيضا باش الناس يعرفوا بأن نرى هذه الفاردة ينبغي أن تخرج واللي ما كانش عارف أو غافل احتويك تنافس واحتويك تحفز على إخراجها لكن شريطة أن يكون الإخلاص لا يكون الرياء هذه الزكاة تبطل بواحد المسألة حطيرة ننبه إليها هي بالمن والأذى كما قال الله تعالى ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى اللي يعطيها وكي من على الآخرين أو يعطيهم ويؤذيهم وكيقولهم كلام جارح ويمس كرامتهم لابد أن نحافظ على كرامة الآخذ الفقير نحافظ على كرامته نعطوها لنقول يا درمشي ديالي هذا ديالك أنا غم سخر ربي سبحانه وتعالى هو والدي فرض علينا هذا الأمر فإذا كان الإنسان ربما يخاف على نفسه هذا الأمر دير الرياء ممكن أن يسند توزيعها إلى غيره كانوا الناس في العادة الإسلام الأول كان ينظم صندوق بيت المال فكان الناس يأتون بأموالهم إلى صندوق بيت المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف صحابه بيوزعها على الفقراء والمساكين في زماننا هذا لطالما كان هناك مطالب على صعيد البرلمان وغيرها أن تكون هناك صندوق زكاة لكن يبدو أن الأمر ترك لتوافق ديالناس فيما بينهم فالمغاربة كانوا يسندونها إلى أئمة المساجد غالبا إنسان التاجر يمشي الإمام ديالجامع أو الفقه ديالجامع أو الخاطب ديالجامع إذا لمس فيه الصدق ولمس فيه الأمانة يقول له هذا مال الله جئت به إلى بيت الله يعطيه لمن يستحقه وكانوا الناس يخصدوا في كهدية الجامع وكي هو كيشوف عينه ميزانه الحومة لكيسكن فيها عارف الناس الفقراء والمساكين وكيعطها لهم بكل أريحية وهو يخاف يخاف من الله لأن هناك الرقابة الإلهية ممكن أن تعطي لبعض الجمعيات الإحسانية هناك جمعيات إحسانية عندها ضوابيط وعندها شروط معروفة كتقوم بأعمال للخدمات ممكن إما كتحفر الأبار إما كتبني المدارس إما كتعاون نساء المعنفات إما كتعطي الأيتام الفقراء إما الأطفال المتخلة عنهم إما المرضى اللي عندهم أمراض خطيرة مزمنة كان جمعيات كثيرة في كل مكان نتحرى اللي فيها الصدق في الأمانة وهكذا تعطى لهم هذه الزكاة أيها الأحباب الكرام فيها واحد الفضل عظيم جدا أن الإنسان يشعر بالسعادة لأن لأن اكتشف علماء النفس والتربية وعلماء الاجتماع بأن السعادة السريعة من أراد أن يحصل عليها لا تحصل بالأخذ وإنما السعادة تحصل بالعطاء لما تعطي تشعر بالسعادة كتشعر بوحد النوم عميق ومرتاح لما تدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين هذه الزكاة أيضا قد خلقوا وحد نوع من التكافر الاجتماعي الناس في المجتمع كيعدوا متحابين كيعدوا الفقراء كيدعيوا للأغنياء بالمزيد من النجاح والفلاح والعطاء بخلاف ربما الأفكار الأخرى مثل الفكر الشيوعي مثلا معروف أنه يكره الأغنياء الفكر الشيوعي ثوي ويميلوا إلى الدماء لو الأحمر وكي يقول بأن الأغنياء هم سبب تفقير الفقراء هم الذين أكلوا تروة البلاد هم الذين عندهم الليبرالية المتوحشة ويدعون عليهم بالسوء ويتمنون كسادهم لكن في الإسلام العكس في الإسلام كي يقول لنا بأن الأغنياء ربي جعلهم كذلك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هو اللي طاموا لنا عز وجل وربي شرف هذه الأغنية ملكي والسؤال الفقراء فالفقراء كلما زاد الغني غينا راك يكونوا والربح لأنه قد يعطيه من ميل الزكاة وربي قد يبرك له فيدعو له بالرحمة والمغفرة والتواب ويوم القيامة قد يلقوا للأجر والتواب أعظم وأكرم حينما يدخل العبد المؤمن على عتبة باب الجنة فيجد جبال كبيرة كمكة وثهامة من الحسنات فيقول هذه لك يقول يا ربي أنا كثير يقول يا أعطيت مالا قليلا فنميته لك وربيته لك فصار على هذا القدر العظيم الجليل هذه فرصة أيها الأحبة الكرام أننا نخرج زكاة أموالنا نبحث عن الفقراء نبحث عن المساكين ليبارك لنا الله تعالى وقد وعدنا بأن ما نقص مال من زكاة المال لما تعطي هو لا ينقص اثنان لا ينقصان إذا أعطيتها منهما الأول العلم العلم كلما أعطيت منه زاد والصدقات والزكاوات كلما أعطيت منها زادت وربنا يبارك في الجميع أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يغنينا من فضله وأن يديم علينا سنة التراحم والتكافل والتضامن ونسأل الله تعالى أن يمطرنا أمطار الخير اللهم اسقى عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا انطلبوا الله تعالى الأمطار لأن الأمطار تتكون موقفة بسبب أن الناس يقفون التراحم فيما بينهم وحينما يكون التراحم بين الناس وحينما يعطي الناس زكاة أموالهم وحينما يوسع الغني مننا عن الفقير فإن الله تعالى يباهي بنا الملائك في السماء وبالتالي يعطينا الأمطار في إبانها وفي المكان المناسب لها وبالكمية المطلوبة وإن شاء الله تعالى ربنا الكريم اللطيف بعباده يكرمنا ويكرم جميع المسلمين والمسلمات اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله